السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحمن عادل من قناة انزابوكس النهاردة هنتكلم عن كل المميزات المخفية اللي موجودة في موبايل سامسونج جالكسي اي خمسة عشرين فائف جي. اتبعوا معنا الفيديو ده الاخر وخذنا ناخدش في الفيديو على طول. واول ميزة موجودة معنا وهو لما نسحب شريط الاشعارات بالشكل ده وبعد كده نخش هنا على الاعدادات ونيجي هنا على الميزات المتقدمة. وبعد كده هنيجي هنا على حاجة اسمها المختبرات. هنفعل اطارات متعددة لكل التطبيقات زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنيجي هنا على ملء الشاشة فعل تقسيم الشاشة ونفعلها برضو بالشكل ده. ونفعل التلات خيارات دول. لما نفعل التلات خيارات دول لما نيجي هنا مسلا نخش على تطبيق زي تطبيق الحزبة وعايزين نفتح معا تطبيق تاني. لو احنا نفعلين اماءات السحب زي ما احنا شايفين بالشكل ده اللي هي مش الازرار. هنسحب بالتلات سابع دولار لفوق بالشكل ده. هيجيب لك هنا انك تقدر تختار اي تطبيق موجود عندك على الجهاز زي ما احنا شايفين بكل سهولة. مسلا خلينا نختار وليكن تطبيق الهاتف. فانت كده عندك تقدر انك تقسم الشاشة ما بين تطبيقين اتنين زي ما احنا شايفين. وكمان تقدر تخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق لو ضغطت هنا في النص بالشكل ده. وضغطت على السهمين دول. فدي كده كانت اول ميزة موجودة معنا وهو ازاي تقدر تفتح تطبيقين مع بعض في نفس الوقت. اما التانية ميزة موجودة معنا وهو لو موجود عندك ازرار التنقل اللي موجودة تحت دي وعايز تلغيها وتخليها تشتغل باماقات السحب. هنيجي هنا على الاعدادات. وبعد كده هنخش على حاجة اسمها الشاشة. وبعد كده هننزل تحت ونيجي هنا على شريط التنقل. وبعد كده هنختار اماقات السحب زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. هتلاقي ان ازرار التنقل اختفت وبقى متاح انك تسحب باماقات السحب زي ما احنا شايفين بكل سهولة. لو دخلت مسلا على التطبيقات عايز ترجع لورها بتسحب من اليمين ويرجع معاك على طول على الشاشة الرأسية. فدي كانت التانية ميزة موجودة معنا وهو ازاي تقدر تخفي ازرار التنقل وتخليها اماءات السحب. اما ثالث ميزة موجودة معنا هو لما نخش على الاعدادات بالشكل ده وبعد كده نيجي هنا على الاشعارات وبعد كده بنيجي هنا على نمط الاشعار المنبثق وبعد كده بنيجي هنا على نمط الاضاءة الجانبية. عندك هنا متاح لما يجي لك اشعار على الموبايل تخلي شكله مسلا يظهر على شكل الصدى او على شكل كسوف زي ما احنا شايفين بالشكل ده فوق. او مسلا تخليه اظهر لك على شكل فقاعات. او يظهر لك على شكل العاب نارية زي ما احنا شايفين بالشكل ده فانت تقدر تختار الشكل اللي انت عاوزه وكمان تقدر تغير اللون بتاعه زي ما احنا شايفين من هنا بكل سهولة. وبعد كده بتضغط هنا على كلمة تم. وكده تكون تحكمت في الاشعارات اللي بتجي لك وتحكمت في الشكل بتاعها. اما تليت ميزة موجودة معنا هو لما ندخل برضو على الاحدادات بالشكل ده. وبعد كده ننزل تحت ونيجي هنا على حاجة اسمها الميزات المتقدمة. وبعد كده بنختار الزر الجانيبي. عندك هنا الزر الجانيبي اللي هو الزرار اللي في البصمة ده. يعني مسلا لو ضغط عليه مرتين تقدر انك تفتح تطبيق معين. مسلا لو انت عايز تفتح بالشكل ده. وضغط هنا ضغطتين على الزر ده كده. هتلاقي ان هو بيفتح معك على طول الاستوديو. اما لو عايز تخليه مسلا يشغل الكاميرا اللي هو الافتراض بتاعه. هتضغط هنا على تشغيل السريع للكاميرا. وتضغط ضغطتين بالشكل ده. هتلاقي ان هو بيفتح معك على طول تطبيق الكاميرا. فانت هنا تقدر تخصص بالضغط مرتين يعني مسلا تخليه تحت اطبيق معين انت عاوزه او تخليه شغل الكاميرا. اما الميزة اللي موجودة معنا بعد جده هو لما تضغط ضغط المطولة مسلا على اي مكان موجود في الشاشة ويكون مكان فاضي بالشكل ده. هتيجي هنا عندك حاجة اسمها الخلفية والنمط هنضغط عليها كده مع بعض. هيزهر لك هنا الشاشة الرئاسية وشاشة القفل. مسلا عايزين نعدل على شاشة القفل هنضغط هنا على شاشة القفل بالشكل ده. بقى متاح عندك هنا الساعة لو ضغطت عليها كده ضغطة. تقدر انك تغير اشكال الساعات اللي موجودة زي ما احنا شايفين. وكمان تقدر انك تصغرها او تكبر حجمها. او ممكن تنقلها من مكانها زي ما احنا شايفين بالشكل ده وتحطها في المكان اللي انت عاوزه. يعني مسلا عايزين نخليها على اليمين. ونكبر حجمها شوية. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. فانت تقدر تخصصها على حسب المكان اللي انت هتختاره. وكمان لو ضغطت ضغطة بالشكل ده تقدر تغير اللون بتاع الساعة. عندك الالوان كلها موجودة تختار اللون اللي انت عاوزه. وعندك موجود الاختصارات الجانبية. عندك مسلا الفلاش على اليمين. لو انت عايز تخليه مسلا الكاميرا. او لو ضغطت هنا على الحزبة اللي هي على الشمال دي. لو ضغطت عليها ضغطة كده. تقدر تخليه اي تضيق موجود عندك على الجهاز. مسلا نخليه تقويم بالشكل ده. فانت بقى موجود هنا عندك الكاميرا التقويم وتقدر تغير بينهم على حسب ما انت عاوز. وبرضه عندك ميزة معلومات حول جهة الاتصال لو ضغطت عليها بالشكل ده تقدر تكتب معلومات عنك على شاشة القفل مسلا البريد الالكتروني او الموبايل بتاعك رقم التليفون. بحيث ان الموبايل بتاعك لو وقع منك حد يتصل على الرقم اللي انت كتبه ويرجعه لك. فانت طبعا مش هتكتب الرقم بتاعك هتكتب رقم اي حد تاني. زي ما احنا شايفين مسلا بالشكل ده وبعد كده ضغط على تم هتلاقي ان هي ظهرت ранه بكل سهول. وبعد كده بتضغط هنا على كلمة تم وبكده تكون عدلت شاشة القفل بتاعتك اما بالنسبة الميزة الموجودة معنا بعد كده وهي موجودة في لوحة الالوان وضغطنا على لوحة الالوان بالشكل ده زي ما احنا شايفين بالشكل ده هتقدر تغير لوحة الاشعارات مسلا ولوحة الاتصال. لو ضغطت مسلا على اللون الاخضر ده هيغير لك كل حاجة موجودة في الجهاز لكن اللي انت مسلا عايزها الوان الخلفية نفسها تيجي هنا على الوان الخلفية وتضغط وهو هيتماشى مع الوان الخلفية اللي انت حططها وبديك برضو شوية اختارات فانت بتختار على حسب اللون اللي انت عاوز وبعد كده بتضغط هنا على كلمة تم وبعد كده بتضغط هنا على كلمة تطبيق لما تجي تخرج برة بالشكل ده وننزل لوحة الاشعارات هتلاقيها ان هي تحولت باللون اللي احنا اخترناه اللي هو اللون الماي الشوية للبرتقالي او اللون البنك. اما الميزة اللي موجودة معنا بعد كده هو لما ندخل على الاعدادات مع بعض وبعد كده بنيجي هنا على الحماية والخصصية وبعد كده هننزل تحت هنلاقي موجودة عندنا ميزة اسمها اداة الحذر التلقائي لما نضغط عليها بالشكل ده هنفعل اداة الحذر التلقائي وبعد كده هنفعل حماية تطبيق المرسلة وحذر تحديثات البرامج بوسطة كابل الاس بي. الميزة دي بتفيدك انك لو اي تطبيق مجبوه بتحاول انك تنزله من مصادر تانية غير مصادر مسلا جوجل بلاي يقدر هنا ان هو لو شك في التطبيق دوت ان هو يوقبه لك تماما وما يخلهش يتثبت على الجهاز سواء بقى كنت بتحمله عن طريق كابل الاس بي او بتحمله حتى من اي مكان من على جوجل. اما الميزة اللي موجودة معنا بعد كده لما ندخل على الاعدادات وبعد كده بنيجي هنا على الميزات المتقدمة وبعد كده بندخل على الحركات والايماءات هللاقي موجود عندنا خيار اسمه السحب براحة اليد الالتقاط والخيار ده عشان تقدر تاخد لقطة شاشة او والميزة دي عشان تقدر تاخد لقطة شاشة او عن طريق راحة اليد يعني مسلا تيجي هنا على حافة الموبايل وتسحب بالشكل ده هتلاقي ان هو بياخد معاك لقطة شاشة او بكل سهولة الميزة دي ممكن تكون رخمة معاك في الاول ولكن حاول انك تيجي بايدك على حافة الموبايل بالشكل ده وتسحب كده على الشاشة هتلاقي ان هو بياخدها معك بكل سهولة. اما الميزة اللي موجودة معنا بعد كده هو لو سحبت لوحة الاشعارات بالشكل ده هتلاقي ان هو بيجيب لك لوحة الاشعارات القديمة اللي هي اللوحة الصغيرة. لو انت عايز تخليها اللوحة الموسعة اللي هي بتكون بالشكل ده لما تسحب مسلا على طول سحبة واحدة بالشكل ده تظهر لك اللوحة الكاملة هتسحب الاشعارات بالشكل ده وبعد كده تسحبها كمان مرة وتيجي هنا على علامة الالم اللي موجودة فوق بالشكل ده وبعد كده تيجي هنا على الوصول الفوري للضبط السريع ونفعل الميزة دي دلوقتي لما هتيجي تسحب من ناحية اليمين مرة واحدة هتلاقي ان هو بيسحب معاك على طول على اللوحة الكاملة لكن لو سحبت من ناحية الشمال هيسحب معاك على طول على اللوحة المصارة اما الميزة اللي موجودة معنا بعد كده لما ندخل على الاعدادات مع بعض وبعد كده ننزل على حاجة اسمها العناية بالجهاز لما تدخل على العناية بالجهاز وتنزل تحت بالشكل ده عندك ميزة اسمها التحسين التلقائي لما تضغط عليها بالشكل ده وبعد كده تيجي هنا على اعادة تشغيل التلقائي هتفعل ميزة اعادة تشغيل عند الحاجة او ممكن تعملها اعادة تشغيل وفقا للجدول هنا الموبايل لما يكون في مشاكل او في تهنجات هيبدأ ان هو يعمل الستارت الواحدة عشان يحسن من اداء الجهاز بتاعك لكن لو انت مسلا مش عايز ان هو يعمل الحركة ديات وانت ماسك الموبايل او شغال عليها ممكن تعمل له وقت معين ان هو يعمل في اعادة تشغيل التلقائي وبتحدد كمان اليوم وبتحدد الساعة فانت ممكن مسلا تعملها على وقت وانت نايم بحيس ان هو ما يعملش اعادة تشغيل التلقائي في الوقت اللي انت ماسك في الموبايل اما الميزة اللي موجودة معنا بعد كده برضو موجودة في العناب الجهاز ولما تدخل هنا على الزاكرة اللي هي الرامات. هتلاقي عندك ميزة هنا اسمها الرام بلس لو ضغطت عليها بالشكل ده. بتقدر هنا انك تزود من حجم الرامات اللي موجودة على الجهاز بتاعك يعني مسلا الرامات اللي موجودة على الموبايل بتاعك وليكن ستة جيجا رام. فانت عايز تخلي مسلا اربعة جيجا كمان زيادة. بحيس انه هم يبقوا عشرة جيجا. فانت هنا بتختار مثلا اتنين جيجا او اربعة جيجا او ستة جيجا. تضغط عليها بالشكل ده. وبعد كده بتعمل اعادة تشغيل الموبايل وبيبدأ ان هو يخليها على ستة جيجا. اما لو انت عايز تقفل الميزة خلص بتاعة الرام بلس ومكتفي بالرامات اللي موجودة عندك على الجهاز هتقفلها من هنا بالشكل ده. وبرضه هيطلب منك انك تعمل اعادة تشغيل للجهاز. اما الميزة اللي موجودة معنا بعد كده لما تدخل على الاعدادات وبعد كده بتيجي هنا على امكانية الوصول. هتضغط هنا على تفاعل ومهارات. وتلاقي عندك ميزة هنا اسمها قائمة المساعد لما تضغط عليها بالشكل ده. وبعد كده تعمل لها تشغيل. بعد كده تضغط هنا على سماح. زي ما احنا شايفين بالشكل ده هيظهر لك هنا زي ايقونة عائمة على الشاشة من برة لو ضغطت عليها بالشكل ده. هيظهر لك هنا انك ممكن مسلا تسحب الاشعارات من خلالها. او مسلا تقدر انك تعمل لقطة شاشة على طول. زي ما احنا شايفين بالشكل ده تاخد معاك ولو عايز تلغي قائمة المساعد دي مش حبيبها انها تكون موجودة عندك على طول ممكن انك تعمل لها اقافة تشغيل من هنا بكل سهولة. اما الميزة الموجودة معنا بعد كده لما ندخل هنا على الاعدادات وبعد كده بندخل على الشاشة وبعد كده بنيجي هنا على اللوحات الجانبية زي ما انا شايفين كده عندنا ميزة اسمها اللوحات الجانبية بنفعلها بالشكل ده هتلاقي ان بقى موجودة عندنا هنا شريط خفيف في الجنب كده لو سحبته هتلاقي ان هو بيصير لك اللوحات الجانبية بيكون فيها تطبيقات زي اختصارات تقدر انك توصل لها بكل سهولة يعني مسلا التطبيق اللي احنا كنا شغلناهم في قول الفيديو مع بعض بتلاقيهم ان هما انضافوا هنا على طول في اللوحات الجانبية زي ما احنا شايفين لو ضغطنا عليهم بالشكل ده هيفتح على طول تطبيق الاتصال وتطبيق الحزبة مع بعض وتقدر انك تتحكم في اللوحات الجانبية دي مسلا لو عايز تضيف حاجة مخصصة مسلا في اللوحات الجانبية اما الميزة اللي موجودة معنا بعد كده وهو لما نضغط ضغطة مطولة كده على الشاشة ونيجي هنا على التطبيقات المصغرة هننزل تحت بالشكل ده هنلاقي عندنا هنا الكاميرا لو ضغطنا على الكاميرا هنلاقي وجيتس جديد انضاف لها وهو كاميرا مخصصة لو ضغطنا على كلمة اضافة بقى متاح ليك من خلال الوجيتس ده انك تفتح مسلا على طول الكاميرا الامامية او الكاميرا الخلفية خلا نيجي هنا على وضع بدء التشغيل ونختار مسلا الامام ونختار مسلا صورة ونرجع بالشكل ده وكمان شكل الوضع ده ممكن تعمله صورة مخصصة يعني مسلا هنيجي هنا على الخلفية ونختار تحديد الصور ونختار مسلا الصورة دي وبعد كده هنعمل حفظ ده كده شكل الوجيتس اللي نضاف عندنا لو ضغطنا عليه بالشكل ده هتلاقي ان هو بيفتح على طول معك الكاميرا الامامية بكل سهولة زي ما احنا شايفين تقدر بقى انك تخليه يفتح فيديو على الكاميرا الامامية او فيديو على الكاميرا الخلفية من خلال انك تيجي هنا على التطبيقات المصغرة وتضيف الوديتس ده كمان مرة بالشكل ده وتيجي هنا على وضع بدء التشغيل وتختار مسلا فيديو وتختار مسلا الكاميرا للامام ونرجع بالشكل ده وبعد كده نعمل حفظ هتلاقي ان هو انضاف زي ما احنا شايفين لو ضغط عليه بالشكل ده. هيفتح لك على طول على وضع الفيديو بالكاميرا الامامية. اما الميزة الموجودة معنا بعد كده هو لو ضغط هنا على تطبيق الاتصال بالشكل ده. وتيجي هنا على التلات شرط اللي موجودين فوق. وبعد كده بنضغط هنا على الضبط. عندك هنا تقدر انك تسجل المكالمات. لو ضغط هنا على تسجيل المكالمات. عندك هنا تسجيل المكالمات لو ضغط عليها بالشكل ده. تقدر هنا انك تسجل المكالمات تلقائيا من غير ما تعلم الطرف التاني انك بتسجل المكالمة. تضغط هنا على تسجيل المكالمات تلقائيا وازهر الاشعار بعد التسجيل. وتلاقي المكالمات اللي انت سجلتها موجودة هنا في المكالمات المسجلة موجودة كلها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اما الميزة اللي موجودة معنا بعد كده هو خلفية المكالمة هتقدر انك تعمل لكل رقم موجود عندك على الجهاز خلفية مخصصة او تعمل خلفية موحدة لما حد يرين عليك. تيجي هنا على كلمة الخلفية. وتختار الخلفية اللي انت عاوزها ممكن تختار من بالشكل ده. وتختار مسلا الخلفية دي كده. هتظهر زي ما احنا شايفين كده كخلفية مكالمة. اما لو عايز تخصص لكل اسم موجود عندك على الجهاز خلفية لوحده. تيجي هنا على اي اسم موجود عندك على الجهاز. وتيجي هنا على كلمة المزيد. وتختار تعديل خلفية المكالمة بالشكل ده. وتقدر انك تغير الخلفية المكالمة بتاعته بكل سهولة. برضو تقدر تختار من الاستوديو او من الخلفيات اللي موجودة عندك على الجهاز. او لو برضو عايز تغير نغمة الرانين للشخص ده. بتيجي هنا برضو على كلمة المزيد وتغير نغمة الرانين من خلال تغيير نغمة الرانين بالشكل ده. وتختار مسلا نغمة الرمين. وتضغط هنا على نغمة الرانين بالشكل ده كده. بعد كه تقدر تخلي ان الشخص ده لنغمة معينة. واسم ده كان كل حاجة موجودة النهاردة معنا في الفيديو. ما تنسوش اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. واشوفكم فيديو جديد. والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته.